السلام عليكم في هذه الحلقة سنتعرف على واحدة من أسرار الرياضيات الأكثر غموضاً بل حتى بسبب هذا السر لم نكتشف بعد النطاق الآخر من الرياضيات لحل المعضلات والحدثيات الرياضية لنتعرف معاً على هذا السر لكن بعد الفاصل وقبل أن تكمل الحلقة لا تنسى دعم الفيديو بإعجاب ونشر المقطع مع أصدقائك كلنا يعرف مبارنة فيتاغورس واحدة من بين منطلقاتنا في الرياضيات مربع الضلع زائد مربع المحايد يساوي مربع الوتر المعنى الطبيعي لهذه المبارنة هو عندما أسير في الطريق A ثم الطريق B يساوي نفس المسار عبر الطريق C لكن لماذا لا نكتب باختصار A زائد B يساوي C لماذا لا تتحقق هذه الخاصية في المثالة القائمة الزاوية فمثلاً في المستقيمات A زائد B يساوي C بما أن المستقيمات تتواجد في بعد واحد وبما أن المثالة في بعدين فهذا هو سبب الأس إثنان في مبارنة فيتاغورس فهذا يعني أن رقم الموجود هنا هو عدد أبعاد الفضاء لكن ماذا لكان أبعاد الفضاء N أكبر من إثنان مثلاً N يساوي ثلاثة هل سنحص على شكل فضائي ثلاثة الأبعاد يحقق هذه الخاصية مكعب A زائد مكعب B يساوي مكعب C هنا حسم الأمر من قبل مبارنة فيرما التي تنص على أنه لا يمكن أن يوجد أعداد صحيحة طبيعية تحقق الكتابة A مرفوع لـ N زائد B مرفوع لـ N يساوي C مرفوع لـ N بحيث N أكبر من إثنان إذن في هذه الحالة لدينا فقط مستقيمات أحادية البعد تحقق A زائد B يساوي C والمثالة قائمة الزاوية تحقق A مرفوع لـ 2 زائد B مرفوع لـ 2 يساوي C مرفوع لـ 2 لنبقى الآن في بعدين ولنتعامل مع مثالة ليس قائمة الزاوية هنا جاءت مبرهنة تعمم مبرهنة فيتغوس تسمى بمبرهنة الكاشي الكاشي هو علم عربي مسلم المبرهنة هي كالتالي كل متلت كيفما كان بوتر طوله C ودلعين طولهما A وB والزاوية مقابلة للوتر تيتا فهذه الأطوال تحقق العلاقة C مرفوع لـ 2 يساوي A مرفوع لـ 2 زائد B مرفوع لـ 2 نقص 2AB كوستيتا هنا ظهر عنصر إضافي جديد وهو 2AB كوستيتا فلو كان المثالة قائمة الزاوية فهذا يعني أن تيتا يساوي 90 درجة يعني أن الطرف 2AB كوستيتا يساوي 0 وصنع سوء على مبرهنة فيتغوس الجزء 2AB كوستيتا يسمى جزء الانحلاف وفي لندسة الريمانية يسمى جزء الإنحناء وفي الفيزياء يسمى جزء الاقتران أو الكوبلاج فما هي فائدته وما هي أهميته؟ قبل التعرف على أسراري نذكر بأنه يوجد أيضا في الخاصية التالية A زائد B مرفع 2 يساوي A مرفع 2 زائد B مرفع 2 زائد 2AB 2AB هو الانحلاف أو الاقتران تابع معي وأصغي جيدا فلربما أنك اليوم ستسمع واحدة من أغرب عجائب الرياضيات الانحلاف 2AB كوستيتا هو حيث تخزن المعلومات بشدة وفيها يتم العبور من مجال A للمجال B والعكس في الفيزياء وخاصة في فيزياء الجسيمات والحقول 2AB هو الاقتران كوبلاج بين الجسيمين A و B هذا الاقتران ينتج جسيم جديد أو حقل جديد في جميع العلوم تقريبا تتخزن المعلومة في منطقة الاقتران أو في الأطراف فالعنصر 2AB هو الطرف الجانبي لـ A مرفع 2 زائد B مرفع 2 يعني هو جزء إضافي يتمثل في الحدود في كل العلوم تتخزن المعلومة في منطقة الإنحناء أو الاقتران أو الطرف فأصعب الجزء يلج في تقبيل الإبراء هو الطرف الخيط المادة المظلمة تتواجد بكثرة في أطراف المجرات سلاحف البحر تضع بيوضها في الشاطئ يعني في الحد المعلومات تتخزن في أفوق الحدث للتقب الأسود بين الطبقات الصخرية يتحدد تاريخ الحقب الزمنية فلو اعتبرنا مربع A هو اليابسة ومربع B هو البحر مشاهدين في بعدين فقط فالعدد 2AB كوستيطا هو الشاطئ حيث تلتقي أمواج البحر بالتربة على اليابسة وما يشير أكثر لذلك هو هذه الكتابة المبسطة 2AB كوستيطا يساوي AB زائد BA كوستيطا كوستيطا يعني الحركة الدورية للأمواج على الشاطئ بين المد والجزء كحركة عقارب الساعة وAB هو كل جسيم يمر من اليابسة للبحر عبر الشاطئ وBA هو كل جسيم مر من البحر لليابسة وهذه الحركة الدورية معروفة في جميع فروع الفيزياء فهذا يوم كنت واقف بجانب الشاطئ أتأمل فإذا بي أتسأل عن مفهوم الأفق لماذا نتحدث عن الأفق في البحار وما علاقته بأفق الحادث للتقب الأسود فبدأت ألاحظ جيدا في الفرق بين السماء والبحر فإذا بي أشاهد خط بعيد عني هذا الخط يفرق بين السماء والبحر لكن ماذا لو كنت بحارا وأردت السفر عبر السفينة للبحث عن هذا الخط هل سأعطر عليها؟ مستحيل أن أعطر على هذا الفرق لأن هذا الأفق لن نستطيع الوصول إليها فهذا هو المعنى الحقيقي للأفق هو الفرق بين فضائينا لكن للأسف لا نستطيع الأعطر عليها فكذلك الأجسام التي تسقط في التقب الأسود حسب هندسة الضئاس الجسيمات تكاذل لا تصل للأفق الشيء البديه لأن أفق الحادث يفرق بين الكون والمفرد بداخل التقب الأسود هناك دائما فرق بين عالمين وهذا الفرق هو مصدر المعلومات فكذلك في العلاقة A زائد B مرفول 2 يساوي A مرفول 2 زائد B مرفول 2 زائد 2A B فالأصل هو هذه العلاقة ولكن للأسف هناك جدار واقي بين A و B وهو 2A B الآن فهمنا معنى 2A B لكن ما علاقته بالحادثية والمفارقات هل سيساعدنا هذا الفرق في التعرف على سر فردية ريمان؟ الدالة زائطة مثلها مثل باقي الدول في الرياضيات لكن ما العجب فيها وما فائدتها الرياضية؟ لماذا وضع على أساسها مليون دولار لحلها وجائزة فالس؟ لماذا بسببها وضعت فره جديدة؟ وطلبة الرياضيات تعرفون ماذا أقصد؟ للتعرف أكثر على الدالة زائطة راجع الحلقات السابقة سأترك رعوبتها في صندوق الوصف الدالة زائطة تكتب على هذا الشكل أو بالأحرى هكذا بحيث تعرفنا في الحلقات السابقة عن بعض قيم هذه الدالة أهم قيمة لهذه الدالة هو حيث تنعدم زيطة لأس يساوي السفر فمن المعروف أن هذه الدالة تنعدم في القيم السالبة الزوجية مثل ناقص 2، ناقص 4، ناقص 6، ناقص 8 وهكذا تسمى هذه الحلول بالأسفار البديهية ولكن أين تقع الحلول الغيربديهية؟ هنا جاء دور ريمانة ليضع الفردية الأشهر على الإطلاق فردية تنص على أن الحلول الغيربديهية للزيتا تكسب على هذا الشكل S يساوي 1 على 2 زائد أي واي يعني كل عدد عقدي جزءه الحقيقي يساوي 1 على 2 الأعدد المركبة أو العقدية تعرفنا عليها سابقا زوروا الحلقات السابقة وللإشارة فليس كل عدد مركب S جزءه الحقيقي هو 1 على 2 هو حل المعادلة زيتا ل S يساوي 0 ولكن حسب الفردية تنعدم الزيتا عند بعض هذه الأعداد يعني هنا في هذه الحالة لدينا استلزام فمثلا لو شاهدنا المعلم المركبة هذا الخط يمثل العدد الحقيقي وهذا الخط يمثل النطاق الخيالي فالحلول البديهية للدالة الزيتا توجد هنا لكن حسب فردية ريمان الحلول الغيربديهية تتواجد على هذا الخط يعني خط العدد المركبة التي جزءها الحقيقي هو 1 على 2 حسنا ما يريد ريمان إثباته هو البرهنة على أنه عندما تنعدم الزيتا فالحل هو العدد الذي يكسب على هذا الشكل S يساوي 1 على 2 زائد EY وليس أن تحل هذه المعادلة زيتا لي 1 على 2 زائد EY يساوي السفر لأنه كما قلنا سابقا الدالة الزيتا لا تنعدم عند جميع العداد 1 زائد 2 زائد EY بل تنعدم في بعضها فقط علينا الملاحظة جيدا العدد 1 على 2 هو الحل المطلوب للعدد العقدي فلماذا بالضبط 1 على 2؟ ونعلم أن 1 على 2 يظهر في أغلب العلاقات الهامة بل حتى في القوانين العلمية هل الخط أو الجدار واحدة لـ 2 هنا يمثل الحد الذي تكلمنا عنه؟ أقصد الاقتران 2AB وعلقته بـ A-2 وB-2 حسنا لفهم المسألة جيدا لنعود لكتابة الدالة الزيتا ولنلاحظ جيدا التعبير يمكن كتابته أيضا على هذا الشكل وهي شبيهة بـ A-2 زائد B-2 أو بالأخرى A-S زائد B-S لكن ما هو جزء الاقتران في هذه الحالة؟ ونعلم أن كتابة الدالة الزيتا غير نهائية هل يوجد في المال نهاية 2AB cos theta؟ على شكل جداجم على أطرافه؟ حسنا في هذه الحالة هناك علاقة معروفة للدالة الزيتا تسمى بالمعادلة الدالية والتي تربط زيتا بالدالة غاما على هذا الشكل مع العلم أن الدالة غاما تكسب على هذا الشكل بحيث الجزء الحقيقي للعدد المركب S يجب أن يكون موجب والدالة غاما هي تعميم لمفهوم المضروب أو العاملي بحيث غاما لن يساوي 1 في 2 في 3 إلى غاية N-1 يعني N-1 عاملي في المعادلة الدالية للزيتا pi هو التابتة المعروفة S هو عدد مركب عقدي وإثنان مرفع لS هو السير كبير سنتعرف عنه لاحقا ما لا تعرف عن هذه المعادلة الدالية هو قوتها الرياضية في وصف مجال تعجز الكتاب الأولى لزيتا عن وصفه أقصد هذه الكتابة الأولى لزيتا معرفة فقط على المجال عندما يكون الجزء الحقيقي لS أكبر من 1 S أكبر من 1 زائد EY لكن كيف يمكن تمديد زيتا لمعرفة قيمها في المجال الأصغر من 1 يعني عندما يكون S أصغر من 1 زائد EY هنا جاء ظور تقنية في الرياضيات تسمى بالتمديد الأمر بسيط عندما أريد تمديد مستقيم نضيف له مستقيم آخر عندما نريد تمديد منحنة نضيف له منحنة يراعي خصائصه فنفس الأمر بالنسبة لتمديد الدالة الزيتا للحصول على المعادلة الدالي السابقة فالتمديد يتم باستخدام الدالة غاما لكن ما هو السر في علاقة غاما وزيتا؟ هنا جاء دور الجدار 2AB كوستيتا الذي تحدثنا عنه سابقا لكن الملاحظة الهامة التي يجب الانتباه لها هو أن المعادلة الدالية تكون صالحة فقط في المجال عندما يكون S أصغر من 1 زائد EY وهنا نلاحظ كتابتي للدالة زيتا الأولى معرفة على المجال S أكبر من 1 زائد EY والتي تشبه A مرفع لإثنان زائد B مرفع لإثنان والتانية معرفة على المجال S أصغر من 1 زائد EY والتي تشبه 2AB كوستيتا الأهم في هذه المعادلة الدالية هو كتابته على شكل مقرب لإثنان AB كوستيتا فعوض كوستيتا هناك سين باي S مقصوم على إثنان كل الدالتين كوس والسين هما دالتين دوريتين لنربط المجالين معا أقصد المعادلة الدالية وإثنان AB كوستيتا إثنان يوافق إثنان مرفع لإثنان وكوستيتا يوافق باي مرفع لإثنان ناقص واحد سين باي S مقصوم على إثنان وزيتا لوحد ناقص إس يوافق A وقاما لوحد ناقص إس يوافق B إذن هنا نسنتج علاقة مثل الجدار بين A مرفع 2 و B مرفع 2 هذا معنى أن كتابة زيتا هاته هي جدار يفصل بين الدالة غاما والدالة زيتا السؤال المطروح إذا كان البرهان على صحة فرديت ريمان يتطلب طريقة معينة فالطريقة الصائبة هو كسر جدار المعادلتين معنا وإيجاد المعادلة الثالثة المفقودة التي توافق A زيت B مرفع 2 أو C مرفع 2 شكرا على المتابعة